وَسَعَتْ إِلَى نَحْوِ الْعُلَاهَا مَاتُهُ خَيْرُ الْقُرُونِ تَفَتَّحَتْ أَزْهَرُهُ وَسَعَتْ إِلَى نَحْوِ الْعُلَاهَا مَاتُهُ فَهُمُهُ سُودُ الْمُصطفى وَرِجَالُهُ نَشَرُ الْهُدَى حَتَّى عَلَتْ أَرْكَانُهُ فَهُمُهُ سُودُ الْمُصطفى وَرِجَالُهُ نَشَرُ الْهُدَى حَتَّى عَلَتْ أَرْكَانُهُ تَغْشَاهُمُ مِنْ رَبِّهِمْ رَحَمَاتُهُ وَالْمُلْتَطَى بَعْدَ الدُّنَى جَنَّةُ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب في أي مكان كنتم مع برنامجي وبرنامجكم حياة الصالحين أحمد الله سبحانه وتعالى إليكم وأثني عليه الخير كله وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد فحديثنا إن شاء الله تعالى في هذا اليوم عن الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى واخترنا عنوانا قد اختاره الإمام الذهبي رحمه الله تعالى له قبل ذلك وهو سيد العلماء العاملين وقبل أن ندلف إلى حياة سفيان الثوري رحمه الله تعالى نعطيكم ولو باختصار الهدية النبوية الخاصة بهذه الحلقة مما سنه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته السواك فمن يذكرنا بحديث يدل على مشروعية السواك تفضلي عبد الله حديث رسول صلى الله عليه وسلم أحسنت قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك يدل على أن السواك إنما هو سنة مشروعة كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم تفضلي أبا محسن قول النبي صلى الله عليه وسلم ومطهرة للفم مرضاة للرب السواك مطهرة للفم مرضاة للرب يعني هذه العملية اليسيرة التي هي طهارة لنفسك هي مرضاة لله سبحانه وتعالى حتى يعرف الإنسان أن الطرق التي جعلها الله سبحانه وتعالى مفتوحة للوصول إليه إنما هي طرق كثيرة ويسيرة فمن خلال هذا السواك ترضي ربك سبحانه وتعالى في الوقت الذي تستفيد أنت فالله عز وجل عنين عن خلقه لا يستطيع أحد أن يضره ولا يستطيع أحد بعمله الصالح أن ينفعه طيب حتى نختم في هديتنا النبوية في هذه الحلقة ما هي المواطن التي يشرع فيها السواك تفضل أبا يوسف قبل الصلاة قبل الصلاة أحسنت قبيل الصلاة يتسوق الإنسان كذلك شيخ محمد بالميكروفون قبل الوضوء أحسنت قبل الوضوء أو مع الوضوء عند المضمضة جيد كذلك عبدالله قبل النوم قبل النوم النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوق بل إذا استيقظ من نومه كذلك شاصفاه بالسواك يعني استاكى استياكا شديدا كذلك عند دخوله المنزل عند دخوله المنزل في حديث عائشة لما سئلت في صحيح مسلم ما أول ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المنزل قالت كان يتسوق يتطهر حتى يقابل أهله برائحة طيبة وكذلك تسوق النبي صلى الله عليه وسلم قبل لحظاته الأخيرة التي مات فيها قبل لحظاته الأخيرة لأنه سيقابل ربه سبحانه وتعالى بل السواك مسنون في كل وقت يناسب فيه أن تتسوق سفيان الثوري رحمه الله تعالى ولد حتى نتصور التاريخ الذي كان فيه في سنة سبع وتسعين للهجرة في سنة سبع وتسعين للهجرة يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى انظروا إلى العبارات الثقيلة العظيمة في ثناء الإمام الذهبي عن سفيان الثوري وهذه العبارات فعلا تحرّض الإنسان على قراءة سيرة هذا الإمام الجهبذ فيقول هو شيخ الإسلام وهذه عبارة ما تقال إلا على النوادر من علماء الأمة هو شيخ الإسلام إمام الحفاظ يعني كان يكفيه ثناء أن يقال إنه كان من الحفاظ فما بالكم بإمام الحفاظ ثم قال سيد العلماء العاملين يعني يكفيه ثناء أن يقال عنه إنه من العلماء العاملين ومع ذلك هو يقول إنه سيدهم في زمانه أبو عبد الله الثوري الكوفي المجتهد مصنف كتاب الجامع نأخذ بعض الفقرات في حياة الإمام الذهبي عفوا في حياة الإمام الثوري رحمه الله تعالى من أول هذه المواقف اليسيرة أن الإمام الثوري رحمه الله تعالى كان يذكر باتقاد عقله وتفتق ذهنه منذ أن كان طفلا صغيرا حتى إنه كان ينوه بذكره في صغره من أجل فرط ذكائه وحفظه وقد حدث وهو ما زال شابا حتى إن أبا إسحاق السبيع رحمه الله تعالى إذا رأى سفيان الثوري مقبلا قرأ قول الله عز وجل وآتيناه الحكمة صبيا فالله عز وجل أعطاه الحكمة والذكاء وأعطاه العلم والحفظ والطريق المستقيم وهو ما زال صبيا وتعرفوني أحبابي وهذه مسألة يجب أن ننبه عليها أن مجرد الذكاء وحده لا يكفي لا بد مع الذكاء من ذكاء لا بد مع العقل من فهم لا بد مع العبقرية من استقامة على أمر الله سبحانه وتعالى وإلا فكثير من الناس أذكية لكن جرهم ذكاؤهم إلى الباطل وجرهم ذكاءهم إلى طريق غضب الجبار سبحانه وتعالى فبعض الناس يستخدم ذكاءه في الإجرام في السرقة في التلصص يستخدم ذكاءه في الغدر بالناس ويستخدم ذكاءه في انتهاك الأعراض هذا ما استخدم هذه الموهبة من الله سبحانه وتعالى فيما أحب الله عز وجل ورضيه ولذلك يقال إن شكر الله عز وجل على النعم التي أعطاك الله عز وجل إياها يكون بأشياء أولا ب بأن لا تعصيه بنعمه أحسنت أولا بأن تعلن أن هذه النعمة من الله ثم بما قاله أخونا منيع بأن لا تعصي الله سبحانه وتعالى من خلال هذه النعمة بل إذا أردتم أن نزيد بأن تطيع الله سبحانه وتعالى من خلال هذه النعمة يعني إنسان قال أنا عندي أموال وقد شكرت الله عز وجل عليها قلنا كيف شكرت الله عز وجل عليها قال أنا ما أنفقت درها من واحدا في الحرام نقول أنت شكرت الله نصف الشكر أنك لم تنفقها في الحرام بقي نصف الشكر ما هو أن تنفقها في سبيل الله أن تنفقها في الحلال أن تنفقها فيما أوجبه الله عز وجل عليك أن تنفقها في مجالات الخير والدعوة إلى الله وطباعة الكتب والأجرطة النافعة والبحث عن الفقراء والمساكين ومساعدتهم ومساندتهم فلا يكفي أن تقول أني لم أنفقها في الحرام أو تقول أنا شكري لنعمة اللسان إني ما تحدثت بالحرام نقول لا لا تتحدث بالحرام وتكلم بما أوجبه الله عز وجل وبما ينفع الناس ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقفة ثانية وأنا عنونت لهذه الوقفة بالمعيار بالمعيار يقول أبو بكر بن عياش رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورحمه يقول إني لأرى الرجل يصحب سفيان فيعظم في عيني يعني كما قيل في أبيات الشعر المشهورة فكل قرين بالمقارنة يقتدي فيقول هذا إذا رأيت أن فلان من الناس يماشي يسير مع سفيان يعظم في عيني في السابق ما كان يعظم في عيني لكن أصبح صديقا لسفيان يا الله والإنسان فعلا يقيم على حسب من يصاحب فمن يصاحب أهل الباطل من يصاحب أهل السرقة من يصاحب أهل الكلام القذر من يصاحب أهل الحرام من يصاحب أهل الشرب شرب المخدرات والمسكرات والخمر من يصاحب أهل الزنا يأخذ نفس حكمهم يأخذ نفس حكمهم مدام راضيا على فعلهم ومن يصاحب أهل الخير يكون مثلهم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن حتى من جاء لدروس العلم وهو لم يدري ما هذا العلم الذي يقولونه فإن رحمة الله عز وجل تشمله معهم لأنه جاء معهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم ولذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى أنه في أيام الحج في يوم عرف بالتحديد ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا ومعه الملائكة يباهي بعباده الملائكة يفاخر بهم فيقول الله سبحانه وتعالى أشهدكم أني قد غفرت له فتقول الملائكة يا رب إن فيهم عبدك فلان قد رهق يعني ارتكب المعصية فيقول الله عز وجل أشهدكم أني قد غفرت لهم فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم فانظروا إلى النعمة العظيمة التي يجنيها الإنسان من مماشاته لأهل الخير حتى وإن لم يكن مثلهم حتى وإن لم يصل إلى درجتهم حتى وإن لم يستفد كثيرا من علمهم فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاحوا فما بالكم بمن صاحب الكرام وكان واحدا منهم بل الله عز وجل ذكر الكلب في معرض المدح والثنى حينما كان مع من؟ أصحاب الكهف أحسنت مع أصحاب الكهف سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فذكره معهم في مقام المدحي والثنى وهو كلب وهو من أنجس المخلوقات مع ذلك لما كان مع أهل الإيمان وأهل الكفاح وأهل الصدق والهمة العالية ذكره الله سبحانه وتعالى معهم بالخير بل شملته رحمة الله سبحانه وتعالى كما شملت أصحابه ثم وقفة أخرى مع صفيان الثوري رحمه الله تعالى وعبد الرحمن بن مهدي يحدث